السلام عليكم ونعجبكم مقطع جديد اليوم جاء لكم ماينكرو الحلقة الثالثة شكرا لكم على دعمكم شكرا على كل شي قدمتوه في الحلقة الراحت حبيت اوضح شي يعني طيب الشي اللي كنتم بتكلم عنا الحلقة الراحت الاغلب تحدي الكيفينج انجر سلوهم في دايما تسلوهم في مطورة ليش مبقعت فراح انا بوضح لكم شي ما وضحته في الفيديو او يمكن في بعضكم سكة بالنقطة هذي في نص الكيفينج كنا نتكلم عن ياسر عن سالفة الأورات طبعا التحدي الكيفينج معروف فيه فيه كول في ريدستون فيه اشياء مرة كثير انا شطفت كل شي جمعت ايرون وغولد ولابز ودايمن فالاغلب يقول ليش ما جمعت كول ليش ما جمعت ريدستون كنت تقدر تفوز لا ان كنا متفقين انو ياسر على الأربع أورات هذي بس عشان ما تكون سكرات عالية في نفس الوقت عشان ركز على وش نجمع يعني لو لعبنا تحدي الكيفينج مرة ثانية غالبا بيكون فيه كل الأورات اللي قدامنا ما عدا البلوك الغريب هذا الجديد ثاني شي فيه ناس يقولون فيه دايموند تركته في سبونر الأول اللي لقيته البلوك كان موب دايموند البلوك الأخضر هذا الجديد اللي كنا لون أزرق على أخضر مجيش لون هذا هو اللي كان في سبونر ما كان فيه أي دايموند ترى اللي كان فوق في السكف بس حبت اوضح هذا الشي لاني ما وضحت تحس يعني في الحلقة اللي راهت والأغلب الكومنتات من قهرين كيف صار كذا اللي ما شف حلقة يرجع يشوفها عشان ما نحرق عليكم طيب وش جايب للسبون أنا حاليا لو تشوفوا معي الأغراض معي كل شي ومعي دايموند ومعي دروع فأنا جيت هنا عشان أطور البكاكس حقي لأن البكاكس حقي تقرب على النصف وفي شي نسيت وإركم يا قبل يا ساتة نسيت والله نسيت آسف آه ما في لابز لابز أنا على بال إنه هنا في لابز لازل بصر ما في شي شباب من مع لابز أوكي كويس إنه هنا موجود لابة والله العظيم لغلب بيقول الحين ليش قاعد تبشي بالدروع الآيرون الدروع الآيرون هذي عشان بس كذا أحللها تحليل مو طبيعي لأن ضيعنا آيرون وكذا ما أحتاج دروع دايمة حاليا لأنه ما في أي فايتات ما في أي شي طيب خل لو نحط اللابز هنا وناخذ هذا معنا وسوي كذا ونحط البكاكس ونطور افشينسي طلعنا افشينسي فور فور انبريكك قهر قهر هذا شاربس تو شاربس نيم عليش فكل شي اطلع ليه 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 ليش ليه الله العظيم يغبن هنا نحط لابز خلونا نكلم لابة ما معنى عين اندرمان ما معنى كل شي بطلب من لابة لأني صراحة ما لقيت اندرمان خلونا نكتب لشكرا يا أخي بس خلصنا حالي يوم بروح لسبون بروح البيت بوريكم مش سويت في البيت بوريكم مش ناوي أسوي يعني عندنا حين مكان في البيت جديد فخلونا نروح البيت ونرجع لكم ونوريكم كل شي قدامكم قابل وما ادري هل بوريكم ببعض ولا لا بس بسوي كم تغيير معكم بوضح لكم كم شي هناك باذن الله طيب ما ما ادرش تبي انت يعني انت اجنبي ليه هنا زرعنا هذا الشي قصب السكر راح نستفيد منه مرة الشنطة شي اسطوري رفوه الشباب والله شي اسطوري مرة طيب خلونا نروح البيت مثل ما تشوفوا المكان ما تغير فيه شي بس الله من يزد كم حب الديرث كذا لأنه بيسير مو بهذا مكاني الرئيسي هذا المكان بأوسع زيادة بصراحة الكيف اللي تحتي شي مبطبيعي يعني لو تشوفون شوفوا الماب فوق يسار كمية تفرع بهذا الكيف مبطبيعي والله مبطبيعي يعني كمية الايرون والقولد اللي لقينها شوفوا كيف يعني ما هو بكثير صراحة بس اننا لقينها هذه الاشياء البلوكوف اميثيس وهذي الشار وبرضه شي اللي جيت للبيت عشانه اللي هو هذا الشي كيف جبت عملة كيف جبت هذه الاشياء هذي جتني بمقائضة مقائضة على ايش جاني سبيت قال لي شوف انا ذبحك ذبحك بس تبغاها باغراض ولا بدون اغراض تبغاها مقائضة ولا بدون مقائضة يعني يا يعطيني الاغراض هذي اللي تحت واستسلم في صخدروعي وخليه يذبحني يا اني يحاول قاتله واذا يذبحني خذ راسي على طول بدون ما اسفيد ولا شي شفت دروعة دايمند شفت اغراضها دايمند قلت فالا داعي اني اهايط وابلع ان حربية ما كما يستيب ما كما ايشي كما يدروع دايمند بس ما هي مطورة فغالب انه بذبحني خلوني استميدي يعني فاجأ الا اعطاني تسر كوينات العملة الجديدة حق السيرفر او العملة الرئيسية حق السيرفر تسعة والله شي اسطوري كتاب منديك هذي شي اللي خلاني اطور البكاكس هنا الامثيست شارت نفتح شنطة وناخذ الاندربير وش بنسوي الحين وضحت اتوقع اتوقع وضحت طيب انا جمعت كمية بسيدة حلوة ثم تشوفون هنا ستاك وكم حبه ناخذ حبه بس وناخذ الشي هذا نحطه كذا الامثيست كذا ونجيب هذا كذا ولا ندرب اخيرا 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 الحين لازم نسوي رينيم لهذا الشي عشان اقدر استخدمه فنجيب الايرون نسوي كذا لازم ثلاث حبات او ثلاث ستاكات ثلاث حبات ليش اتفلسف ما ندري نسوي كذا ونسوي حبة انظل هنا ناخذ هذا نسميه خلسمي في سلوم انا ما ادري حطه فوق ولا حطه تحت يبغى ان نفضل المنطقة والله يبغى ان نفضل المنطقة هذي كاملة طيب حصلنا هذا المكان كذا فاضي ما في شي فقررت اني احط فيه لانه قريب هذا المكان ابغاه لانه بين بيتين بين مكانين المكان الثاني اللي الحين مورد كمية بس بوري كمية بعد شوي نجيب البلكات ستون هنا ونحط هذا الشي هنا اخيرا 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 اللهم لك الحمد لا يعطي العافية لافا ما اقصر لا يقصر معنا يعني اخذ رازنا يعني ما وديني اعطي رازك اذا ما نقدر نسل شي لازم نوافق على كل شي حرفية لانه كنا مطفرين اخيرا شو كيف كمية قلعة النذر اكس فارس أوسمس ياسر لافا ذياب الو بسم الله وشو ذا شكله بالغلط شو سالفة خرجتني بالله يا لافا والله يا خرجني اعيال اوكي لافا لالحين ما يدري شهذا بس غالب انه بيعرف مع الوقت ان هذا هو البيت حقي وهذا المكان اللي واكتبهم ما راح يصير اوم يعني راح يصير شي ثاني وهذا الخنزير ما ديش ليش يطالع ما راح اطقيك لانه خنزير يعني زي ما تشوفون هذا هو المكان اللي ناوي ابني ما راح تنتهي الحلقة الا وانا مخلص هذا الشي انا اشغلتني ذي زي الشي الرئيسي اللي بابنيه ويبغال يكسر تحت وكذا فان صراحة تكسير بطيه بشكل يقهر نرجع للبيت وننزل اغراض حقتنا وعندنا كتاب المندق هذا راح نستفيد مننا ان شاء الله لكن مو الحين لانه افكر اني اشيلت طويرة من البكاكس اردت طويرة ثانية ولا اطور بكاكس ثاني ما ادري اللي معي دايما كمية كبيرة او في مينكرافت الحين كمية دايما بتلقها في كل مكان حرفية بتلقى دايما في كل مكان يعني انا الحين شوف كمية دايما دل معي وانا انا ضيها اوكي اربعة ثلاثين حبوا هنا في بلوكة ما راح كسر هذي خليها اللي بعدين لان ما راح تستفيد منها فوق كذا ودي واشي في وضعها البلوكات الامانة اللي الحين علموني اشي قدر استيد منها البلوك حقس الامثست هذي والحين شو نسوي راح نكمل مبنى هذا حقنا وتبيل لكم حرفيا انه مبنى او بيت في الهواء بس اللهم اننا لازم ان نشيل اغراضنا ونشيل هذا العفش اللي هنا لانه محيوس المكان من الاشياء الرئيسية اللي راح نسويها اللي هو توقع وضاعات يعني حبت جلد كتاب واحد وسوي كذا حبتين دايماد وجيب الانتاتق يا حبيبي ليش نجيب الانتاتق لانه بنسوي الحين من الاشياء هناك طبعا التطوير راح نكون في المبنى اللي قبل شوي شفتوه اللي على الهواء لمانا المبنى شفته من مقطع يوتيوب لكن بغير فيه كمب لكة يعني ان شاء الله باذن الله انه يكون خرافي باذن الله انه بيعجبكم مثل ما تشوفوا معي حاليا بوكشلف سبع بس احساجة كثرة عشان مكان حقنا رحت لسبون قبل شوي وقتلت كم بقرة بس باخد وقت عشان اجمع الكتب او عشان اجمع اللي الكتبات هذي والبكشلف اطول مرة فشفت محل في سبون يبيع الجلد ويبيع اللحم فقررت اني اخر كوين هذا يحتاج اثنين كل ستاك كوين وحده والله بعيد بعيد هذا اللي فوق بس انه افضل مكان له حرفيا فوق ان هذا هذا المكان مو مكان نعم صراحة لكن خلون روح سبون صراحة في اكل هنا وكذا بس اني انا ابغى اللحم فاجبت المعي كرو كوين هذي عملت السيرفر وراح اشتري لأول مرة اشتري من سبون اثما تشوفون هنا شمكتوب مكتوب وان كرو كوين فور ستاك سوان تاخذ من ذا ولا تاخذ من ذا فقررت اني اخذ جلد ستاك كامل كرو كوين وحده وهنا ناخذ لحم ستاك كامل كرو كوين وحده انا ما ادري هلا انه مفروض اني احطه مع بعض ولا لا لكن اخذنا حقنا حين نمشي يعني ما قد نرجع لسبون كل مرة بسبة اللحم هذا يعني عبيها بارات كثير يا اخي تحس جامدة الكرو كوين والله فكرتها جامدة مرة وصلنا الى مرحلة حلوة خلصنا المبنى الخارجي مثل ما تشوفون هنا في ترقيع السكف لكن حبيت اني ما اخليه بشكل يعني عادي لا يعني في المقطع اللي قاعد اشوفه هنا هات ديرت ومغطيه بالشي هذا سبروسترابوت زي كذا بس ما اطلع بالشكل اللي يبغاه يعني الخشب اللي يبغاه خشب ارتقالي نسوي كله كميين ويطلع انا هذا البلوك ماهو فرق مرة شاسع بينهم لكن لو تشوفون هنا الاطراف كأنها برتقالية هنا لا الاطراف كنا سودة فهذا الشي كوي خليه نقدر نغير في التصميم شوي خليه على كيفنا يعني نروح هنا ونسوي الحين ما ادري كيف اصويها بالضبط لكن والله شكلي بحط الزوايا هذي صوف برتقالي هنا وهنا يعني من باب تغير الشكل وبنفس الوقت عشان تليبورت عشان نقدر نرقى الشباب الضيفين شي انه تحط طوال هنا تحط طوال مثلا بعد خمسين بلوك مئة بلوك تنطنطة ونت عليها البلوك يوديك فوق وتشفت زي كذا ينزق هذه الصحة فكرة مرة رهيبة وتخسر مرة كبير فقررت ان يسويها لكن الامانة ما ادري كيف سويها بالضبط حلوين الحين جت مرحلة منين نطلع شباب والله منين نطلع للامانة بالشدرز المبنى خرافي هذا او البيت هذا جدا خرافي جدا سطوري يعجبني مرة 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 بدرجة ما تصور عنها طيب خلونا نطلع من هنا لون نروح البيت ونجيب باقي الاغراض يعني مبنى كذا اللي الحين من فوق يعتبر كويس والله ما دي يغطي هذي بالكبستون ولا لا انا اقول له تكون كذا يكون افضل ولا يعني صاحب المقطع مثل ما قلت لكم حاط ديرتنا عشان زراعه وما زراعه بس انا محتاجه حرفيا حاولت اني اسوي حركة البلوك مثل ما تشوفون جربت اوشي اللون البرتقالي ما ضبط يعني حسيت انه اللون فاقع جدا وما يضبط على المكان الداخلي مع ان اللون الداخلي يعني يعتبر ما يلبرتقالي لكن هذا اللون فاقع بزيادة فاجبت بلوكة بنية هنا وحطيتها وحطيت واحدة ثانية فوق صار لازم اثنين اندربير كل بلوكة احط عليها اندربير عشان يسوي تليبورت هذه ما عليها اندربير اللي فوق عليها اندربير فيبغان ان اندربير ثانية وكذا النكابنا الحين اش بنسوي قاعد افكر ان يحط الكيف هذا هو مكان النذر لازم ندخل نذر هالحلقة ونشوف كيف المكان بسماد رياخي احس المكان مهو مهو بكويت من صراحة ما ديش سوء بالضبط لكن غالبا اني بحطه هنا طيب بغاننا نشيل هذا المكان ونفضيه عشان يكون اكبر كسقف ويمدينا نحط النذر بالشكل اللي نبغاه لو ما تدرون الشباب حاطين انك تقدر تسوي النذر بالشكل اللي تبغاه انت فشي اسطوري جدا يعني انا وش بفكر يعني اسمي في سلومة وانتي حط اس انه سلمان بتصعب بمرة لكن نحطه الفي اللي هو في سلومة فشوف الحين كيف يصير الوضع حلوين وصلنا الى هذه المرحلة اللي ما براضي عنها زراعتها مئة بالمئة خنقول ستين بالمئة راضي عنها يعني احس يعني هذا هذا الشي الوحيد اللي يقدر اسويه حرفيا خلوه انه بده بالوبسيديان والله ما ادري يكفي ولا لا بس غالب انه بكفي يعني جاي بستاك كامل ان قالت انه اصمم زي ما ابغى خلاص شكلا يعني يا شباب مستحيل احس خلوه على كده نولع النذر نشوف ندخل نشوف مكان ناصر اللي بالرسبة فيه هل هو كويس هل هو مبكويس بسم الله خبا يا شباب كنا صار قلب مو في ذا بس هذا اللي نقدر اسوي يعني فيه صعبة في في ازوايا حادة كده يعني وشت البلوكاز الاشياء جديدة هذة او مره نشوفه يا شباب والله في اشياء جديدة وشت الازرق وشت وشت الاندرمان وشت الاندرمان اصبروا انا ما احفظت الحداذيات حقت البواب حقتي خلني حطينا واي بويت عشان ما اجب العيد او سمعت صوت الاندرمان وانراح خلونا او شي نفتح الشنطة لان فيها الاكل هذا خلونا ناخذه حط الدرع اواء ما ابغى موت والله ما ابغى موت والله هذا هو محشور يا عيال محشور 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 طلع اربع من الواحد والله اشياء يا ساتر ارور و الله دمجنا اربع قلوب بقنا نضروع دائم نفكر بوقت بس نزلنا عية ثانية الحمد لله الله ثلاث عيون ثلاث عيون نرجع 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 خلاص نسوي التليبورت حقنا اللي نبغى بالزماد بس ما معنا عيون واستحينا ناخذ من لافا بقنا نطور السيف حقنا والله يبغاننا لا تطقني لا تطقني لا تطقني تكلا أشو حد الله نسوي طريق مؤقت حق الطلعة يعني نسوينا اللي فوق باقي اللي تحت خلوه نرمعين هنا شاء الله نوديني فوق الله الله يعني هذه حتى ما تخرب الله شي جامد الله شي جامد كي قلتشني شوي بس انه عادي الله والله شي سطوري عيال والله شي سطوري خلاص الحين وش نسوي نجيب هذي بلوكة حقتنا ونسكر فيها المكان وخلاص ما يحتاج النرق فوق ما بدرويش هذا هو مكاننا هذا هي المنطقة حقتنا وكيف والله شي جامد قاعد يفكرني احط بعد النزلة ثانية حقت الكيف بس ما بغى احوزها بينهم فهمتوا بدي يكون بلوكة ثانية عشان ما تلخبط انا وما تلخبط لك هذه حقتهم تتمنى اني تجيب اندربير والحمد لله جبت خليت منه لابس ان شاء الله اني بعوضه حدايا علموني يشتبون اعطي هديئة يعني والله كمية بلوكات مو طبيعية معي خلو نروح اناك ونرقد في المكان حقنا اللي اخيرا اخيرا نقدر ننفيه بدون ما نقدر نكسر من فوق وكذا طيب هذا المكان الفي اللي كنا قلب التعبان هذا سنيني لو سويت كذا بيكون افضل لو كسرت وخليت البلوكة امتدى كذا بيكون افضل ما ادري بس خلوه على كذا يعني البوابة كبيرة جدا هذا الشي اللي عاجبني فيها خلوها نرقد هنا خلاص خلاص اقسم بالله طولت شكل مبطبيعي تقريبا يومي شوي قاعد اصور واكسر واسوي اشياء لكن اللي بتشوفون شي قليل يمكن بتشوفون عشر دقائق ما تدرون يعني عادي تشوفون عشر دقائق جاء وقت الشدرز لحظة اللي بتحمس لها بعد ما خلصت البيت يا لطيف يا شدرز والله شي والله شي لازم نكسر بلكات عشان نشوف المنطقة زي الناس يا شباب ما ينفع كذا اخيرا اخيرا قدرت اشوفه بالصباح معنا في جزء من المطر مادي شلون بس شوفوا كيف شكله في الصباح خلونا نسوي كذا عليكم الترقائي اللي هنا بس انا كذا مسكن عاجبني الوضع الله عاجبني ولأ وتراح هنا وتسوي كذا بس يودك فوق يا لطيف بالطلالة الطلالة ادفع عليها كرو كوين مو بكرو كوين واحدة خمسة ست لكم لعافة جميعا ان شاء الله تستمتعتوا بكرة على دعمكم في هذه السلسة الله يسعدكم جميعا اللي ما اشترك يشترك في زر التنبيهات زر اللي لا تنسونا شوفكم على خير سلام